خلينا تكلم عن كتاب عزومة سفير الأول الكتاب شامل عزومة سفير فيه ايه الكتاب؟ الكتاب بتكلم عن تجربتي كزوجة ديبلوماسي سفرت مع جوزها لست دول مختلفة في ثلاث قرات مختلفة على مدار ثلاثين سنة الكتاب بتكلم عن مهام زوجة الديبلوماسي وإحنا في الخارج عن الديبلوماسية الثقافية أو ما يسمى بالديبلوماسية النعمة الأعمال الخيرية والأعمال الثقافية والأنشطة اللي بنقوم بيها في الدول في الخارج عشان نمثل مصر ونعكس حضارتنا وثقافتنا أكيد اتكلمت دي مهمة مش سهلة كمان وفي نفس الوقت دايما الوحد بيبقى عاملها بحب وفخر يعني بتحسي إنك فيه قدر من المسئولية وقدر من الحب الكبير وعلى فكرة كل مصر خارج مصر بيمثل بلده بيمثل ثقافته مش بس زوجة الديبلوماسي فقط طبعاً كمان اتكلمت في الكتاب عن العادات والتقاليد اللي شفتها في الشعوب اللي أنا عشت فيها وكمان اتكلمت عن الممارسات المميزة اللي لفتت انتباهي في البلاد دي سواء كانت سلبية أو إيجابية اتكلمت كمان عن أهم العزومات اللي مرت علي في خلال حياتي الديبلوماسية وزي عزومة الملكة إليزابيث أسري باكينغ هام بلس على الشيء وعزومتي لحرم رئيس وزراء سريلانكا وبعض الوزراء وبعض السفراء وعزومتي لرئيس الأسبق لدولة المالديف وحرمه عندنا في البيت ومن خلال العزومات دي وذكري للعزومات والطرائف اللي حصلت فيها كنت بدي نصايح للقارئ إزاي يقدر يعمل عزومة مرتبة وسهلة وشيك بخطوات محددة زي ترتيب الترابيزة وترتيب البوفي الاستقبال الاستقبال ضيوفه وزي يعزم ضيوفه من أول دخولهم البيت من أول ما يكلمون في التليفون وزي يستقبلهم وهم على الباب إزاي يختار قائمة الطعام قديت كمان نصايح للضيف يلبس إيه في المناسبات المختلفة ويختار هدايا إيه وإزاي يقدمها وإيه مواضيع الأحاديث والشيقة اللي قدر يتكلم فيها وإيه المواضيع اللي لازم يتجنبها في التجمعات الكبيرة جميل من خلال الدول المختلفة اللي سفرتيها لقيت إن قواعد الاتيكات بتختلف من بلد لبلد لا على حسب عددهم تقاليدهم تقصهم قواعد الاتيكات سبتة لأنها حاجة بروتوكول سابت بس اللي بيختلف هو التقاليد والعادات في دول بعض دول الأوروبية مثلا زي النرويج وفي بعض الدول الأسوية إحنا بتعودين في مصر وفي موظم الدول لأن إحنا بيبتدي الوجبة بالشربة وبعديها الصلاطة أو الأردف أنا لقيتهم بهم بيبتدوا الأردفر أو الصلاطة وبعديين بيتبحها الشربة لاحظت إن في بعض الجنسيات بعد ما بنخلص العشاء بيقوموا دايرك بعد العشاء ما بيقعدوش على الترابيز بيستأذنوا ويمشوا على طول دول زي مين؟ زي السريلانكيين سريلانكيين وفي بعض الجنسيات بتحب تقعد وتدرتش كتير وتتواصل والأكل يعني تريح شوية في الأكل وتكمل كلام شوية وبعض ترجع تلك الكلية في منهم كتير في أوروبا كده في بعض الدول مش بتاخد معاها هدايا وهي رايحة في بيبعثوها بعد العزومة تاني يوم في كمان زي الدول زي باكستان بيحبوا لما يجي يعزمونا على الفطار في رمضان بيبعثونا الفطار عندنا في البيت مطرحيش انتي علشان رفاهيت ان انا بقعدة براحتي بيتي وبفتر الواحتي وعلى فكرة دي حاجة كتير جدا الناس احيانا بتتعلمينها لان عزومات الفطار قد إيه البني قدم بيبقى مستعجل وبيجريه واللي عايز يصلي واللي عايز يأمي التراويح وبيبقى واكل كتير وبيقى محتاج كنابة بيته يعني كتير محتاجة تبقي في بيتك عايزة بعد الفطار قاعد أصلي وقرق قرآن مثلا بالزبط بالزبط لأفكرة لطيفان